بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أول ما نيجي نتكلم عن جوامع كلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيظل مهم جدا جدا وإحنا بنتناول أي كلام عن حديث رسول الله عليه وسلم وبنحاول نذوق من شهد أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لازم نركز في حاجة مهمة جدا أن أهم شعور بيحصل للإنسان أو أهم معنى بيحصل للإنسان وبتناول حديث رسول الله عليه وسلم أن البوابة الكبيرة عشان نفهم أنوار الرحمن التي نزلت على أكمل إنسان أن ندخل من بوابة الاتزان وذلك النهاردة الحديث اللي احنا نتكلم عنه النهاردة والحديث اللي مهم نتكلم عنه النهاردة حديث من أهم الأحاديث التي تدعونا إلى الاتزان في كتير من الناس لما ما بيفهموش هذا الحديث وما بيعشوش وما بيعرفوش قد إيه حضرة النبي جاء وفتح أبواب الرحمة هنا بيدخلوا على أبواب الاتراب النفسي حديث النهاردة بعد من اقرأه أقول لكم احنا اخترناه عنوان اسمه إيه الحديث هو حديث رسول الله سلم الذي رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به الحديث أخرجه الإمام مسلم وهذا الحديث أنا بحب أحط له ترجمة كده إيه ترجمة الحديث ده والترجمة دي بتبين لنا الدور النفسي والاجتماعي والثقافي لهذا الحديث في حياتنا هذا الحديث في الحقيقة هو ركيزة أساسية في اتزان الإنسان اللي هو إيه؟ اللي هو أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا باب كبير من أبواب الرحمة وانظر إلى كلام حضرة النبي وبيقول إن الله عز وجل تجاوز لي يعني وكأن هذا التجاوز هذه المسامحة هذا التغاضي هذا البركة هذا العطاء كل ده تقدر تشم رائحة المسك فيه من كلمة أمتي في ياء المتكلم يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم دي من الهبات اللي ربنا أعطاها لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ أصل الأمة دي هتصبح أمة للعالمين الأمة دي هتحمل معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فلازم عندها صمود نفسي عظيم ولذلك أنا بسمي هذا الحديث حديث الصمود النفسي والصمود الثقافي والصمود الاجتماعي ليه بسمي الحديث بهذا الاسم؟ لأن معنى أن الله سبحانه وتعالى تجاوز لنا عما حدست به أنفسنا اللي احنا بنحدث به أنفسنا ده معنى كده أن الواحد مش هيتهز أن الواحد مش هيتلاعب به أن الواحد هيبقى عنده صمود عنده ثبات أنا بسميه ثبات نوراني وكأنه لما تجيلك الوساوس دي ولما تجيلك الأشياء دي أنت تلاحظ أن أنت فيه طريقة مهمة لابد أن أنت تتعامل معاه وكان أن أنت عيبقى عندك عينين وعندك أذنين عينين شايفين إيه؟ مدد مولانا سبحانه وتعالى اللي وصل لك عن طريق الرحمة المهدى وزيك أنا هنا بفهم جزء من الحديث رسول الله سلم إنما أنا رحمة مهدى والله يا هذه رحمة هذا رسول الله الرحمة ربنا أهدانا من لجل حضرة النبي هذه الهدية إنه تجاوز لنا عما حدثت به أنفسنا هنا العلماء قعدوا لما نظروا الحديث اتكلموا عن مراتب القصد وزي السمود النفسي ما يتأثرش بأشياء بعيدة عن الإرادة إرادتنا تكون قوية وعشان كده مراتب القصد عندنا العلماء حددوها وكأنه سلم فقالوا مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث نفسي فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير اللي هو سوى الأخير اللي هو إيه؟ العزم سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع يبقى عندنا خمس مراتب للقصد والإرادة الهاجس وللحاجة تيجي كده وتمشي فخاطر لا توقف فحديث النفس لا ناخد وندي بقى يليه إيه؟ هم ده أنا بفكر إنه نعمل لا ده أنا خلاص أعمل بقى العزم ده بقى اللي إحنا بنقول فيه إنما الأعمال وبالنيات فشوف الأربع مراتب لي الإرادة والعمل الباطن كلها دي رفعت يقول لك كلها رفعت كلها رفعت فين؟ وكني صاحب البيتين دولة صاحب الأبيات بيذكرك بإيه؟ بقولي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز إن الله عز وجل تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بي أنفسها الليه إيه بقى؟ الهاجس والخاطر حديث النفس الهم كل دولة إيه ده؟ معقولة كل ده؟ ولذلك كثير من الناس لما هم ما يفهموش هذا الحديث يحصل لهم خلل فيما يتعلق بماذا؟ خلل فيما يتعلق بالصمود النفسي فيهتزوا لما يجي لهم هاجس يعني يمر كده سريعا أو خاطر يوقف ويمشي ألا حديث النفس عن كرره هيتكرر ويشغل هم ده كده أنا ممكن أفكر أعمل ولا ما أعملش لأ عزم بقى أنا عامل وخلاص هو دوت بقى إيه؟ اللي بيتحاسب عنه الإنسان المقصود إيه؟ المقصود أوعى تستسلم للنفس الأمارة بالسوق بقى الحديث بيقولك لا تستسلم للنفس الأمارة بالسوق ليه؟ لأن ربنا خلق النفس الأمارة بالسوق عشان تزكى مش عشان تتبع آه طب إزاي بقى؟ دايما الإنسان مش عارف يتعامل مع نفسه إزاي فهو لازم يعرف أن نفسه الأمارة بالسوق إيه اللي حاصل؟ هي ربنا ما خلهاش فيه عشان يسير خلفها؟ وما ربنا خلق إيه عشان نمشي وراء؟ القيم اللي محلها القلب إن القيم اللي بتخليك ليه قيمة اللي محلها فين؟ ألا إنه في الجسد لمضغة لو صلوحة صلوحة الجسد كله وأنا أرجو إن إحنا نشوف الحلقة اللي إحنا تكلمنا فيه عن هذا الحديث طب إيه اللي خل القلب إذا صلوحة صلوحة الجسد كله لإنه محل نظر الله يعني إيه صلوحة؟ يعني كان جاهز أن يتلقى مدد الله وأنوار الله سبحانه وتعالى لكن النفس الأمر بالسوء ونفس إنه ما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها يبقى خاب الذي يسير خلفها ويفلح الذي يزكيها يزكيها بإيه؟ بالقيم بأنوار المدد الرباني اللي بيكون في القلب طب دعمل إيه بقى عشان ما يحصل لناش هذا طب في مقابل ده الإنسان لما يسمع حديث رسول الله سلم يحصل له صمود نفسي ويحصل له صلابة نفسية صلابة نفسية يعني إيه؟ يا ماذا؟ يتمسك بحبل الله المتين بأنوار الله التي في القلب فيكون صامد أمام ماذا؟ أمام هجمات النفس الأمر بالسوء اللي منها إيه؟ اللي منها الهاجس ومنها الخاطر ومنها حديث النفس اللي بيعمل الورسواس عند الناس ومنها إيه؟ الهم يفضل يقذف ويرمي سهام وتفضل النفس الأمر بالسوء ترمي سهمها على القلب وترمي سهمها على ذات الإنسان لغاية ما تصيبه ولذلك إيه لحصل؟ القلب لو أشري بهذا ومشي ورا النفس وما أبرق نفسي إن النفس الأمارة بالسوء آه يبقى إحنا نعمل إيه بقى؟ عشان نكون عاملين بهذا الحديث عندنا أربع إجراءات مهمة لازم نعملها وفي منظومة كده تخلينا دايما عندنا الحفاظ على هذا الأمر أول شيء إن دايما وإنت بتبص في الحديث الباطنة اللي عندك في الداخل انظر إلى أدي إيه هذه الأحاديث أدي إيه هذا الحديث اللي في النفس يخليك أكثر حبا للحياة يبقى أقول حاجة أكثر إقبالا على الله وأكثر بشرا بالمستقبل تالت حاجة أكثر عافية وأكثر همة رابع حاجة إن أنت تكون أكثر قربا من الله الأربع حاجات دولة لو موجودين في أي حديث سيحصل في نفسك أعرف إن الحديث ده من القلب ومن القيم وأعرف إن أنت مرست السمود النفسي وحصنت قلبك وحصنت ذاتك وعشان كده أنت كده نلت وفست بما يتجاوز عنه الله سبحانه وتعالى الحديث آه بيتكلم على إن الله تجاوز عن الإسم وإن الحياة دي مش هيكون فيها إسم بس الحديث كمان بيعلمنا شيء مهم جدا إزاي نقدر نوزن باطننا وإزاي لا نصاب بهشاشة الباطن ولكن يكون الباطن مليء بسمود الأنوار أمام الأغيار يا رب جعلنا دائما نتمسك بأنوارك ونتمسك بالأسرار التي تضع دائما في حياتنا وفي طريقنا في الإقبال عليك يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر شكرا